بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الثالث الابتدائي أسعد كثيرا بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الثالث الابتدائي وأرحب بكم أجمل وأحسن ترحيب في مطلع هذا الدرس كما أرحب بزميلي من لغة الإشارة الأستاذ محمد الكبيشي وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع الدرس مكانة الصلاة وشروطها شروط الصلاة واحد وهذا يعني أن هناك درس درسا آخر عنوانه شروط الصلاة اثنان بإذن الله تعالى نأخذه الفصل الثاني بحول الله تعالى وقوته أهداف الدرس أولا أن يعدد الطالب أو الطالبة أركان الإسلام ثانيا أن يستنبط الطالب أو الطالبة فوائد من حديث أول ما يحاسب به العبد ثالثا أن يبين الطالب أو الطالبة منزلة الصلاة بين أركان الإسلام ثالثا رابعا أن يستنبط الطالب أو الطالبة أن للصلاة أوقات محددة من الحديث هذه بعض أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها أما الآن فهي بنا نتذكر بعض ما درسناه في الدرس الماضي لنتأكد من ضبط معلوماتنا في الدرس الماضي تناولنا ما يأتي أولا أقرأ وأجيب صفحة خمسين ثانيا حل النشاط صفحة خمسين أيضا حكم الصلاة صفحة واحد وخمسين وقمنا بحل التقويم صفحة اثنين وخمسين فتعالوا نتذكر بعض تلك المعلومات التي تعلمناها عرفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إذن هي كم ركنا أحسنتم خمسة أركان والركن الثاني من هذه الأركان هو أحسنتم أركاء ما هو إقام الصلاة وعرفنا أن هذه الصلاة واجبة على المسلم عرفنا حكم أداء الصلاة على المسلم فأداء الصلوات الخمس واجبة على المسلم والمحافظة عليها في وقتها من صفات المؤمن التي يحبها الله فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها فهذه الصلاة يحبها الله جل وعلا يحب من المسلم أن يؤدي هذه الصلاة وتذكرنا ونحن نتعلم هذا الدرس تذكرنا الوالدين وكيف كان لهم الأثر في توجيهنا وتعليمنا ولأنه لا بد علينا أن نشكرهما وأن ندعو لهما لما قام به من توجيه وتعليم وكذلك ندعو لمعلمينا ومعلماتنا وبعد أن راجعنا الدرس الماضي ما رأيكم أن نبدأ درس اليوم فهل أنتم مستعدون بارك الله فيكم في درس اليوم بإذن الله تعالى سنتناول ما يأتي أولا تمهيد ونبين فيه المقصود بالشروط ومعنى التمييز والمقصود برفع القلم وما يجب إزالة النجاسة عنه وسنتعرف على ستر العورة في الصلاة وسنقوم بحل الأنشطة والتقويم سنقوم بحل الأنشطة والتقويم إذن هذه هي وحدتنا الوحدة الثالثة مكانة الصلاة وشروطها وهذا هو درس اليوم شروط الصلاة شروط الصلاة وهذه الشروط هي رقم واحد بمعنى أننا لن نذكر كل الشروط في هذا الدرس وسيتبقى بعض الشروط نكملها بإذن الله تعالى في الفصل الثاني وهذا هو رابط الدرس الرقمية الذي من خلاله يمكنكم وعبر الأجهزة الحديثة الدخول عبر هذا الرابط والاستفادة من الكتب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المقدمة شروط الصلاة عندما دخلتم المدرسة وسجلتم كان هناك شروطا حتى تقبلوا في هذه المدرسة من ذلك السن فهناك سن معين حتى يقبل الطالب أو تقبل الطالبة في الصف الأول الابتدائي هذه الشروط هل هي تكون قبل الشيء أو بعد الشيء عندما أريد أن أسافر يقولون الطائرة حتى تركبها هناك شروط معينة حتى تستطيع ركب الطائرة إذن هذه الشروط أنفذها قبل أم بعد أحسنتم إذن هذه الشروط لابد أن تكون سابقة ولا تكون بعد الشيء لا تكون بعد الشيء وإنما تكون هذه الأشياء قبل أن أفعل هذا الشيء وشروط الصلاة هي أشياء تكون قبل الصلاة لا أدخل في الصلاة إلا وقد حققت هذه الشروط حتى تقبل مني هذه الصلاة أو حتى تجب علي هذه الصلاة لابد أن تتحقق هذه الشروط وأن تكون موجودة الشرط الأول الإسلام فلا تصيح الصلاة بدونه فلا تصيح الصلاة بدونه لابد أن يكون أو حتى تجب الصلاة لابد أن يكون الشخص مسلما فلا تقبل من غير المسلم إذن الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني التمييز فلا يؤمر الصغير بالصلاة حتى يبلغ سبع سنين هل أجبر أخي الصغير الذي عمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو غير ذلك وأحضره معي للمسجد لا لماذا؟ لأنه غير مميز لأنه غير مميز فلا يؤمر بالصلاة وهو بهذا السن الصغير لا يؤمر بهذا الصلاة والصلاة لا تجيب عليه إذن حتى يؤمر بالصلاة لا بد أن يبلغ سبع سنين الشرط الثالث العقل فلا تجيب الصلاة على المجنون المجنون قد فقد عقله والصلاة تحتاج إلى نية والنية شرط في قبول الأعمال وهذا لا يستطيع أن ينوي لي مع ذا لأنه قد فقد عقله وهذا العقل نعمة من الله ينبغي أن نشكر الله بل يجب أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعمة العظيمة إذن إذا فقد الإنسان عقله وأصبح مجنونا هل نأمره بالصلاة لا نأمره بالصلاة هل نحضره إلى المسجد لا نحضره إلى المسجد ولا نأمره بالصلاة إذن هذه الآن ثلاثة شروط الشرط الأول الإسلام فلا تصح الصلاة من غير المسلم الشرط الثاني التمييز والتمييز يحصل بوصول سن سبع سنوات إذا بلغ سبع سنين أصبح مميزا وقبل ذلك فهو غير مميز ولا يؤمر بالصلاة الشرط الثالث العقل فلا تجيب الصلاة على المجنون الشرط الرابع الطهارة عندما تريدون أن تصلون عندما يستيقظوا المسلم من النوم مثلا هل يذهب إلى الصلاة مباشرة أم يفعل شيء ماذا يفعل أحسنتم يتوضى أحسنتم إذن الطهارة الطهارة من شروط الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضى والطهارة تشمل أمرين تشمل إزالة النجاسة فلو أن إنسان قضى حاجته وببول أو غائط فلا بد عليه أن يستنجي أو يستجمر وأيضا ثم بعد ذلك يتوضى ثم بعد ذلك يتوضى إذن الطهارة هي الشرط الرابع عرفنا الآن أربعة شروط الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني التمييز الشرط الثالث العقل الشرط الرابع الطهارة أما الشرط الخامس وهو ما تحدثنا عنه قبل قليل فهو إزالة النجاسة أتذكر ما تعلمته في وحدة إزالة النجاسة ثم أكمل ما يأتي عند إرادة الصلاة تجب إزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء يجب إزالة النجاسة عنها أولا البدن وهو ما ذكرنا بالاستنجاء أو الاستجمار أو إذا وقعت النجاسة على بدننا فإننا نزيل هذه النجاسة إذن هذا الأمر الأول أيضا النجاسة قد تقع على ملابسنا أليس كذلك إذا وقعت النجاسة على ملابسنا ماذا نفعل نتركها ونصليها كذا أم نغسلها رائع أحسنتم إذا نغسل ملابسنا أيضا قد يكون بدني نظيفا وملابسي ما شاء الله نظيفة جميلة ولكن المكان الذي أصلي فيه مكان نجس هل تصح الصلاة في هذا المكان النجس ما رأيكم أنتم أحسنتم بارك الله فيكم إذن لا تصح فعلي أن أزيل النجاسة عن البدن وعن الملابس وعن مكان الصلاة هذه أمور لا بد أن أزيل النجاسة عنها حتى تقبل الصلاة الآن ذكرنا خمسة شروط الشرط الأول الإسلام الشرط الثاني التمييز أحسنتم الشرط الثالث العقل رائع الشرط الرابع الطهارة حسنتم الشرط الخامس إزالة النجاسة إزالة النجاسة تعالوا لكي نتابع هذا الحوار الذي دار بين سليمان هذا الشاب ما شاء الله عليه ووالد سليمان تعالوا لكي نقرأ هذا الحوار أراد سليمان أن يصلي وكان يرتدي ملابس فوق الركبة فقال له أبوه لقد أخطأت بلبس هذا اللباس ثم إنك أخللت بشرط من شروط الصلاة فقال سليمان ما هو يا أبي ما هو يا أبي العزيز قال الأب إن ملابسك يا بني لا تغطي العورة ومن شروط الصلاة ستر العورة للرجل والمرأة قال سليمان وما عورة الرجل والمرأة في الصلاة فأجابه أبوه أن عورة الرجل والمرأة في الصلاة كالتالي عورة الرجل من السرة إلى الركبة وعورة المرأة تغطي كامل جسدها ما عدا وجهها وكفيها في الصلاة سليمان قبل هذه الصورة كان يلبس ملابس قصيرة لا تغطي الركبة شاهده أبوه ووجهه إلى أن هذا الأمر خطأ سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة ولكنه يتأكد في الصلاة قال له إن هذه الملابس لا تصح الصلاة بها وهناك شرط من شروط الصلاة يختل إذا أنت لم تغطي هذا الجزء من بدنك وهو ما بين السرة إلى الركبة فدار هذا الحوار وعرفنا من خلاله عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة فما عورة الرجل في الصلاة وما عورة المرأة؟ من يعرف منكم؟ أحسنتم عورة الرجل من السرة إلى الركبة أحسنتم مبارك الله فيكم أما المرأة فإنها تغطي جسدها كاملاً ما عدا الوجه والكفين إذا لم يكن هناك أحد أجانب فلذلك كلها تكون عورة إلا الوجه والكفين إلا الوجه والكفين نشاط رقم واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يقل سؤالي هنا قبل أن نقوم بحل النشاط ما معنى رفع القلم؟ ما معنى رفع القلم؟ أحسنتم نعم بعضكم أجاب ما شاء الله أحسنتم أي رفع التكليف زوال التكليف لا يكلفون بالعبادات هؤلاء الثلاثة منهم الصغير والمجنون الصغير والمجنون أستخرج من الحديث من لا تجب عليهم الصلاة قد ذكرناهم الآن وهم أحسنتم مبارك الله بكم الصغير والمجنون أحسنتم نشاط رقم 2 قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أقرأوا الآية الكريمة وأستنتجوا منها العلاقة بينها وبين ستر العورة في الصلاة ما العلاقة بين هذه الآية وبين ستر العورة؟ أحسنتم مبارك الله فيكم أنا من الزينة المأمور بها في الصلاة ستر العورة ستر العورة أحسنتم مبارك الله فيكم وصلنا إلى التقويم ونحن الآن نحتاج إلى القلم أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة سن التمييز هو هل هو خمس سنوات أم سبع سنوات أم تسع سنوات ما رأيكم؟ جميل ورائع أحسنتم مبارك الله فيكم إذن سن التمييز الآن الدائرة تخرج إذن الدائرة الآن نضع الدائرة هنا على سبع سنوات أحسنتم مبارك الله فيكم أكتبوا الشرط الرابع والخامس من شروط الصلاة ما الشرط الرابع والخامس من شروط الصلاة؟ عرفنا شروط الصلاة أليس كذلك؟ قلنا الإسلام وقلنا ماذا؟ التمييز وقلنا إحسنتم العقل وقلنا الطهارة وقلنا أيضا إزالة النجاسة إذن الطهارة وإزالة النجاسة كتبنا الآن الشرط الرابع والخامس من شروط الصلاة أكمل الفراغات الآتية عورة الرجل عورة الرجل من أين إلى أين؟ إحسنتم من السرة إلى الركبة أما المرأة في الصلاة فما عورتها؟ إحسنتم كل عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وصلنا إلى ترتيب الكلمات لكي نحصل على جملة مفيدة السؤال أو هذه الكلمات الموجودة عندنا عند إرادة وهنا النجاسة عن البدن ومكان الصلاة تجب إزالة والملابس والصلاة كأنني فهمت كأنني فهمت ما يريد يريد مني أن أحدد الأشياء التي يجب إزالة النجاسة عنها وهي عندها أو تجب إزالة النجاسة عن البدن والملابس ومكان الصلاة عند إرادة الصلاة بإمكانكم أن ترتبوها أيضا بطريقة أخرى بإمكانكم أن تقولوا عند إرادة الصلاة تجب إزالة النجاسة عن البدن والملابس ومكان الصلاة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم شكرا لأدبكم وإصلايكم وذوقكم ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة